السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أنه محمدا عبده ورسولا بعد حياكم الله أخواني وإخواتي في برنامج آية وفايدة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بي عند ربكم أفلا تعقلون هذه الآيات طبعا آيات كثيرة في سورة البقرة الكلام موجه لبني إسرائيل بالأخص اليهود ولكن هذا الكلام لابد أن يستفيد منه المسلمون الموحدون لماذا؟ حتى لا نقع بما وقع فيه اليهود أو هالكتاب من أخطاء هكذا المؤمن السعيد كما يقال السعيد من وعظه بغيره من إنسان الناجح السعيد الموفق لما أنا أشوف أخطاء الغير أبتعد عنها أجتنبها نوقع بنفس الخطأ اللي وقعه فيه أكون خاسر سبحان الله طيب ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وماذا نستفيد من هذه الآيات أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون يعني تريدون منهم أن يؤمنوا وأنتوا تحبون وتتوقعون منهم الإيمان ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم إذن نستفيد من هذا أو من فوائد هذا الآية أنه سبحانه وتشوف شون رب العالمين لا يظلم الناس شيئا يعني لو وقع بعض اليهود في الكفر طيب ما يعمم هذا الكفر على الجميع طيب لذاك نجد في القرآن ومنهم ومن ما قال الله سبحانه وتعالى ويقول ليش لأن رب العالمين ما يظلم أحدا حتى لو كامل الكفار حتى لو كامل الكفار وهكذا ينبغي على المسلم أن تكون عدلا مع الجميع مع البشر وكذلك مع الحيوانات والبشر مع المسلم مع الكافر ما يجوزان أظلم حتى الكافر لازم أكون يعني عادلا مع الجميع أو طبعا محسنا وهذا الإحسان أعلى مرتبة العدل العدل أنك تعطي كل واحد حقه لكن الإحسان شلو أنك تزيد تكرما وتفضلا على هذا الإنسان إذن رب العالمين قال وقد كان فريق منهم يعني مو كلهم لأن في ناس آمنوا وفي ناس كافروا في ناس علموا وفي ناس جاهدوا يختلفون ليشوا سواء سبحان الله فيقول الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله طيب هذا هذه الآية أو الجزء من الآية يدل على ماذا أن كلام الله سبحانه وتعالى كان واضحا لهم وقد استوعبوه وعلموه لكنهم ما يدقى الله سبحانه وتعالى ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه المشكلة أنهم حرفوا كلام الله وغيروا كلام الله طبعا نحن ما يقولون التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا شون قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا يعني قد يكون باللفظ تحريف وتغيير أو قد يكون للمعنى وطبعا هذا حرام وهذا حرام لكن طبعا التحريف اللفظ يكون أشد إن الواحد يغير آية من ناحية قراءتها لا أعوذ بالله ما يجوز هذا يبيرهم كبار الذنوب فهكذا فعل اليهود بكتابهم التوراة حرفوا وكتموا وغيروا لفظا ومعنا أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم كيف يكون التحريف اللفظي مثل ما ذكروا العلماء أنه يغير حرفا أو حتى نتشكيل في نطق الآية يعني على سبيل المثال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فالله مرفوع بالضمة فما يجوز أن نحرفها ونقول وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى ما يجوز ليش لأن إعرابها فاعل أنا أروح أخذ إعرابها مفحول به ليش لأنه يتغير المعنى يحيل المعنى هذا تغير اللوضي وغير المعنى هذا ما يجوز أو يكون التحريف معنويا يعني تقرأ الآية كما هي كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما نأتي على المعنى نغيره ثم استوى على العرش معروف الاستواء في اللغة العربية الاستواء علىه والعلوم والارتفاع فيأتي ويغير المعنى فيحرف معنويا فيقول لا استوى معناتها استولى أقول لا هذا ما يجوز أنك انت حرفت وغيرت ما عندك دليل على هذا التحريف والتغيير نأتي بهذه الآية كما جاء بي الله سبحانه وتعالى كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفه شو معناتها في اللغة العربية استوى على يعني علىه وارتفاع فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش كيف شاء سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معلوم سبحانه وتعالى طيب فلابد أن الإنسان ينتزم ما جاءه في كلام الله سبحانه وتعالى ولا يغير ولا يحرف ولا يعطل طيب ولا يمثل لا ما يجوز ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى فهؤلاء اليهود حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وكتموا وبدلوا طيب يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا يعني متواضعين ويطلوا من الله سبحانه وتعالى يعني الحطة يعني أن يغفر لهم الذنوب فماذا قالوا قالوا حبة في شعيرة وقالوا حنطة سبحانه وتعالى هذا تحريف وأمرهم الله سبحانه وتعالى يدخلوا متواضعين فدخلوا يعني يمشون على إستام يعني بغيري تواضع فهذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى ولأوامر الله وهذا استهزاء بدين الله وعدم اكتراث بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به إذن هذا في تحذير وتهديد من الله سبحانه وتعالى لكل من يحرف كلام الله سبحانه وتعالى ثم يحرفونه من بعد ما عاقلوه وهم يعلمون يعني يعلمون أن هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى نعم هذا الكلام عن التوراة لكن كذلك ينطبق هذا التهديد لكل من أراد أن يحرف كلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن العظيم وأن لهم ذلك ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظ كلامه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم محفوظ إلى يوم القيامة لا يبدل كلام الله سبحانه وتعالى وكل من يحاول ذلك يفضح الله سبحانه وتعالى وتبوء محاولاته بالفشل لكن هؤلاء سبحانه الله لغود حرفوا وبدلوا دين الله سبحانه وتعالى من الأسباب ليشتروا به ثمن قليل يريدون المناصب ويريدون الأموال ويريدون السمعة ويريدون هذه الأمور التي تصد الناس عن الحق فدائما أخواني وخواتي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى التبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التبات على دينه إلى الممات جزاك والله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته